تعد تجربة البحرين في دعم فرسان التغيير من أبنائها رائدة بأفكارها ورسائلها السامية المؤمنة بضرورة دعم الشباب وصقل مهاراتهم وحتى حجد طاقاتهم الكبيرة نحو المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارهم الجيل الذي سيستفيد من تطبيق تلك الأهداف وهو الأقدر على فهم معانيها وكيفية إتمامها على الوجه الأكمل تجربة مملكة البحرين المثيرة للاهتمام في دعم فرسان التغيير تسخر بوقفات تستحق التريث عندها من خلال إطلاق جملة من المبادرات الوطنية الهادفة الموجهة لهم والتي بانت تفاصيلها المشرقة لتصل إلى سماء العالمية بأفكارها ورسائلها النبيلة إيمانا من القائمين على العمل الشبابي في المملكة بأن الحراكة الدولية يثمر في خلق أجيال جديدة قادرة على رفع اسم مملكة البحرين عاليا في المضمار العالمي ويقينا منهم بحجم تلك الاستفادة العظمى الآتية من تبادل الخبرات وصقل المهارات على الشكل الذي يسمح بإظهار قدراتهم الإبداعية والابتكارية التي تؤهلهم إلى المنافسة على المستوى الدولي ما يخرج الكنوز الثمينة من دفائن الأذهان والعقول الشبابية هي لغة الحافز وتحريك الأجدر من الأفكار التي كانت وما زالت تتلقفها الأياد الملكية البيضاء بكل ما أوتيت من رحابة صدر اقتناعا منها بفحو الدور المحوري الذي يقوم به الشباب البحريني وأهمية حجد طاقاتهم نحو المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارهم الجيل الذي سيستفيد من تطبيق تلك الأهداف وهو الأقدر على فهم معانيها وكيفية إتمامها على الوجه التام ولعل جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تشكل علامة فارقة بين المبادرات الشبابية التي طرحتها البحرين وهي الجائزة الأولى على المستوى العالمي التي تحث الأفراد والمؤسسات والحكومات والقطاع الخاص على الاهتمام بالشباب والتي حققت نسختها الأولى العلامة الكاملة من حيث المشاركة والحضور وتطابقها للشروط والمعايير الدولية ناهيك عن عديد المبادرات الضامة للشباب والمقدرة لمواهبهم كمثل جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي والمؤتمر الدولي للشباب الذي يحتفل بمرور عشرة أعوام على انطلاقه والذي استضافت من خلاله المملكة العديدة من شباب العالم وأتاح الفرصة للشباب البحريني للاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات والاحتكاك بالثقافات العربية والعالمية المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة الذي سينطلق يوم غد برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ويعد خطوة رائدة تحسب للبحرين في إشراك شبابها وشباب العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجديعهم على المشاركة في صنع ذلك لأن الثقة فيهم عالية في صنع ملامح المستقبل الرغيدي لبلدانهم التي ترتكز على همامهم القوية وإقدامهم المستمر على حمل الرسالة بخطوطها العريضة وإيصال مضمونها بحس المنتمي لوطنه لتلفزيون البحرين محمد رشيدات اشتركوا في القناة